السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوانا الأعزاء عندي لكم شي أجوبات فهذا اليوم السعيد اليوم 14 شهر سبعة 2020 عندي لكم شي أجوبات على بعض شي أسئلة ديالكم إخواني الأعزاء وغتبعوا معي الأجوبات ديالكم باش اللي مزروب في شي حاجة يستفد منها إخواني الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الأعزاء تبارك الله عليكم والله يحفظكم عندي لكم كما قد كن في أول فيديو عندي لكم بعض شي أجوبات ديالكم أخي العزيز يعني هذا الأخ هذا بلا ما يمكن تسميسه أخي العزيز سؤالك كتقول فيه كيفاش كان جني العزيز من صندوق التربية هو فيه الوكالة يعني شنو كان تعني صندوق التربية وفيه الوكالة صندوق التربية فيه الوكالة رسمية وفيه الوكالة لا يمكن أن نحييدها ثم تبقى حتى تهرس الخالية ولا تهرس هي ولا تخوى الخالية يمكن أن نحييده الوكالة من صندوق التربية الوكالة شدة بلاسة ولم يمكن أن نحييدها فقط ما هو السبب لذا معنا كانali فيه الوكالة وإننا نحييد العسل ما هو المشكلة وما سيتم تحييد العسل وإننا نقصدها بحاجة الوكالة سوف نحييد العسل وإننا نحييد العسل ذلك يا إخي الصندوق جاهز منتوج العسل الذي سيعطينا العسل سوف نحبس الماكلة في الشهر 4 هذا هو المقصود هذا هو السيد الذي سيعطينا العسل هذا هو المقصود إذا كان يوكل ويعطي الماكلة يجب أن يكون العسل في صندوق التربية هناك دمج باللأس ماكلة فكرة تلاحظون استعمل حبيل الصندوق مغلاقة تقريبا 15 خالية اللي قدرنا عليها ملقيناش فيها العسل وخليناها كوك إطارات الخاليات اللي هما قلبناهم وملقيناش فيهم العسل خليناهم والخاليات الخرين اللي ما قصناهم شو ما زعزعناهم شو هزيناهم وحولناهم مرعة واحدة اخرى راكم شاهدتوا الفيديو ديالو اخي العزيز بالنسبة للوكال احنا ما كنحيدهاش كتبقى رسمية سما حتى كتخوى الخالية ولا كتنرس ولا كتوقع شي حاجة في الخالية عد كيمكن لنا نحيده او إلا احتجناها مثلا الشي خالية واحدة اخرى ما عندناش وكالة واحتجناها الخالية واحدة اخرى شي قسمة ولا شي حاجة يعني اللي ما غن نحيدهاش من منها العسل كنحيدو الوكالة كنعطيوها الخالية اللي غن نوكلوها وهادي كنعودوها بإطار واحد خور سؤال ديالاخ واحد خور بدون اسم كيفاش اخي العزيز كتحل على الخاليات في الليل وكتحيد العسل اخي العزيز احنا العسل ديما كنحيدوها في الليل كنحيدو العسل في الليل على حسب ملكة كل حرارة ما غن يمكن لناش نمشي ونحلو على الخالية مثلا في النهار نحلو على الخالية في النهار ويقين الحرارة والنحل سارح وانت غد تمشي تحل على الخالية بالنهار وتبدأ تجني العسل يعني غد لقى صعوبة غد لقى صعوبة مع النحل السارح غد يهجم عليك الخالية اللي رك خدم فيها وغد يهجم على الخالية اللي خدمتي فيها ودزتي منها اخي العزيز عندك الخالية ديالك وبغي تجني العسل ديما استعد الجنيل ديال العسل مورا المغرب حتى كيدخول النحل كله وكد تبرد القضية ما كيبقى الصهد ومن اللي كتبدأ تجني النحل ما كيهجمش عليك كله خالية كيبقى فيها النحل يلا اخي العزيز هذا هو السبب على شكا نجنيه العسل في الليل إذا جينا نجنيوه بالنهار اخي العزيز راه مغي يخليكش النحل ديال الخالية وحدين اخرين تخدم على خاطرك كيهجم عليك النحل اخي العزيز وما يخليكش تخدم سلام اخي العزيز حسان مشلول قلتي اخي العزيز قد تقرب من قبل المغربة قد تقرب العشية أخي العزيز نحل اخي العزيز يخرج من قبل ويمشي ويلي قد تقرب المغربة لن تقرب المغربة بسرعة ويدخل أخي العزيز سوف يخرج بعض الشيخ تراث حال هكوك من اللي كيكون يعني الحاضنة فقصة وكتدوز مادية اللي غتدوز في وسط الخالية وكيكلها أول نهار سوف تخرج فيه سوف يخرج ويدور خالية ويجيب لك الله أنت بحل لا شي طرد خارج ولكنه ليس طرد هذا غير الفرق الصغير لأول نهار سوف يخرج ويخرج بسرعة ويبقى يدور ويولي أو لا طريقة أخرى لكي تقرب العشية مع هذه الحرارة كيكون نحل محتاج للماء ويمشي كيشرب ويجيب الماء ويبقى يدخل في حاله في ذاك العشية أخي العزيز هذه هي الطريقة اللي كيدير نحل فهذا السؤال اللي قلتي أخي العزيز قلتي عندك خليات وعطيتهم إشمع أساسي وبناءهم لك النحال وبدأك يدير فيهم العسل ولحظتي بأن كين هي راقات فهذا إشمع الأساسي اللي بناء النحل ومكترش والأكترية خوين من اليراقات العيون السوداسية خوية ولحظتي بأن النحل والله كي يربي لك بيوت المالكات أخي العزيز هذه المالكة شرفت مبقى عندها الدور في الخالية مبقى مبقى شكات بيض مزيان ستنسحب بعض هذه البيضات وانسحبت أما ماتت ولا خرجت في حالتين يعني كتخرج وكتدي معها شي شوية لأن النحل ميشي بزاف وكتخرج في حالتها أو لا قبل ما تخرج كيربي بيوت المالكات وكيقتلها هي وكيربي مالكات جديدة أخي العزيز هذا هو السبب أخي شريس سؤالك كيف سنحيد العسل من صندوق التربية أو لا غير من العسيلة أخي العزيز كيف سنحيد العسل وكيف سنحيد العسل من العسيلة ومن صندوق التربية لا يمكنك تعود أن تحيد حيدة أخرى وإلى حيدة سيغ العسيلة أخي العزيز ومن صندوق التربية ومن صندوق التربية ومن صندوق التربية لأنه كانوا بعض إطارات عامرين بالعسل كيف سنحيدهم أخي العزيز ومثل نحيده آخر تحيده ونحيده يواجه ونحوقه لم يمكنك تعديله ما يمكننا نعطيه شيء مرة أخرى ونحيدة العسل من صندوق التربية ومن العسيلة وإلى كان نحل قليل لأنه نجمعه وإلى كان نحل كثير نحيد relación الإطارات اخي العزيز ونعاونه بشويات الماكلة باش كيرد نكشير اللي حايدنا لحنا وتبارك الله عليك اخي علي من الزازائر وتبارك الله عليك والله يحفظك اخي العزيز عندك خالية ضعيفة اعطيها معزون بروتيني كما قلتي يعني هو الكندي 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 في الماكلة في العسل وفي حبوب اللقاح اخي العزيز وعاونه بالسيرو ضروري من السيرو كتعطيك اه السيرو وكتعطي معاه المعجون ديالك اخي العزيز خاطره في سيمانا ستعطي الكندي ديالك وتعطيه السيرو وخاطره في سيمانا اخي ميلود تبارك الله عليك هذا السؤال الثاني جواب الثاني فهذه الأسئلة هذه كيفاش نجنين العسل من صندق التربية وانت عندك الوكالة اخي العزيز هذك الوكالة اشتيها عامره ه 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 الى اشتيدك الوكالة عامره سيكون لنا تعيب علينا ولكن الوكالة نحن نخليها على طول العام واش غدين نحيدوا الوكالة اللوحوها في جهة اخرى وغد نقلبوا عليها الوكالة اخي العزيز نخليها في الخالية على دور العام الحقاش كينا الوكالة وكينا تحت منها النص في الايطار يشهد مبني نحي الباني في تحت منها نص ايطار اخواني الاعزاء تبارك الله عليكم والله يحفظكم وتبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته سؤالات التانية ان شاء الله الرحمن الرحيم وتبارك الله عليكم وكي نختم معكم هذا الفيديو وهو في هذه الحرارة اخواني الاعزاء قربوا نحلي لكم الماء وحاولوا ما تحلوش عليه بالنهار إلا بغيتوا تديروا شي مراقبة ولا شي حاجة وهو إلا بغيتوا تحيدوا العسل وهو الليل وإلا بغيتوا تديروا شي مراقبة يعني في النهار وهو تتقرب المغرب يعني مع الساد العشية الخمسات العشية ديروا مراقبة ليكم اخواني الاعزاء إلا كان عندكم الوقت وإلا كانت مراقبة خفيفة وخدرواها في النهار مش مشكلة بعد مراقبات الملكات مراقبة شي حاجة القصمة تقرر رقب شي حاجة في القصمة ديالك وخدرها بالنهار مراقبة خفيفة باش ما يهجمش عليك النهار إخواني الاعزاء وتبارك الله عليكم والله يحفظكم ترجمة نانسي قنقر